وإحنا بنتكلم في الفترة الأخيرة بعد رمضان عن الدراما الرمضانية وتحديدا كان مسلسل مليحة واللي تم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان الكل كان منتظر المسلسل من أول ما تم الإعلان عنه قبل رمضان لأنه بيتعلق بقضية فلسطينية وتحديدا وخصوصا مع الأوضاع اللي بنشوفها كل يوم من أكتر من ستة شهور في قطاع غزة وفلسطين عموما شخصية مليحة وهي صغيرة جسدتها الطفلة سيليا النفار وإذا كنا بنتكلم عن النمازج والوجوه الجده اللي طلعت فسيليا لفتت انتباه ولقت استحسان كل الجمهور المسلسل كان بيحمل نفس الاسم اسم مليحة وطبعا تم عرضه زي ما قلنا لحضراتكم خلال النصف الثاني من شهر رمضان الفنانة الصغيرة سيليا النفار هي فنانة أردنية من أصل فلسطيني وبتبلغ من العمر عشر سنوات ودي كانت أول تجربة لها في التمثيل وأعربت طبعا عن سعادتها وبيق زيارتها لمصر وتقديم العمل مع كوكبة من النجوم وإخراج الأستاذ عمر عرفة وبطولة دياب والفنانة القديرة ميرفت أمين والأستاذ أشرف زاكي إحنا معانا على التليفون الطفلة سيليا النفار سيليا إزايك؟ مرحبا مرحبتين كيفك؟ الحمد لله الحمد لله إحنا بنبريك لك الأول خلينا أقولك كل سنة أنت طيبة ومبروك شكرا مبروك على الأداء الهائل يعني ماش مصدقين أن هي دي أول تجربة ليكي احكي لنا بقى الحمد لله الحمد لله أنت زورت مصر طبعا تم الكواليس يعني فاكرة تم اختيارك إزاي؟ أه في الأردن أحكي لنا بقى عن التجربة بقى لما خلص المسلسل وردود الأفعال آه أفكي آه الدكربة آه أفكي آه كانت حلوة شو اسمو حبيت أنا كنت شوي بخايف من الكاميرا عشاني أول مرة ومشي بعد دول خلصة تعودت وهيك وكان كل شي ميح يعني وكل كان إشكي هيك كل حقيقي يعني شلو كمان حبيت التجربة أنا يعني حلو كتير يعني هنشوفك إن شاء الله بقى في أعمال تانية بقى أدوار أكبر من كده إن شاء الله إن شاء الله طيب خلينا نتكلم بقى بما إنك يعني قمت بدور مهم في مسلسل زي ده القاضية الفلسطينية والقاضية الفلسطينية عموما معلوماتك عنها قبل المسلسل وبعد ما خدت التجربة أه الحرب اللي هلأ عم بسلسل زي ده؟ أه مين اللي ساعدك في البيت؟ آآ ليساعدني كل شي ماما ماما ربنا هي فرحها بيك يا رب دايما كانت خايف عليك طبعا من التجربة ولا كانت شجعتك في الأول؟ كانت جنبي بستعمل تعملي سبورت أنت بتدري تعمليها ما تخوفني هيك تخليني مقصوطة طيب احكيلي بقى عن زيارتك لمصر دي كانت أول زيارة صح؟ آآ هاي أول زيارة بمصر احكي لنا بقى عن الزيارة بقى إن أنت نورتينها هنا في مصر آآ كتير حبيتها كتير حلوة كتير يعني بعيدها طبعا هتريديها بقى على طول آآ بعيدها طيب أنت كان في ريز وظلنا الأحرامات وهيك الشياء إيه رأيك بقى؟ آآ حلوة لحبيتها الأحرامات النيل والمتحف والهيك والله أنت اللي حلوة كتير يا سيليا بص يا حبيبتي أنت كان ليك رسالة لأهل فلسطين لو أنت فكرها تقوليها معايا ايه؟ كان في رسالة أنت كتبتيها لأهل فلسطين أنا هقولها لو أنت فكرها كان ليها معايا وانت كتبى لهم ضلوا أقوياء وما تخافوا صح؟ آآ صح طبعا هلا إن شاء الله ربنا راح ينصركم عن قريب إن شاء الله أنا بشكرك جدا يا سيليا وبتمنى لك التوفيق وإن شاء الله في أدوار أكبر وأنجح وكل التحية طبعا لماما مدام سمر الحلوة اللي ساعدتك في إتقانك لهذا الدور تجربة جديدة وأول تجربة ليك لكن ما شاء الله كانت نجحة جدا أنا بشكرك الطفلة سيليا النفار بطلة مسلسل مليحة وشخصية مليحة وهي صغير شكرا لكم شكرا لكم